بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الرابع من الدرس السابع Part 4, Chapter 7 بعنوان Half Section and Broken Out Section View سوف نبدأ بعرض Half Section View بالنسبة لعملية القطع هذه اللي هي القطع النصفي Half Section The view is made by passing the cutting plane Halfway through an object and remove a quarter of it Half Section is used mainly for symmetric object يعني هنا القطع النصفي بنحتاجه بالنسبة للمجسمات اللي فيها تناظر مثال هذا المجسم عندنا تناظر هنا زي الجزء اليمين زي الجزء الشمال هنجيب الكاتينج بلاين بتاعنا اللي هو عبارة على منشار نتخيل أنه عندنا منشار وحنشيل الكورتر أو الربع واحد على أربع من المجسم بتاعنا وننظر للمجسم في الاتجاه هذا عشان إيه؟ عشان نرسم الإليفاشن بتاعنا هنا في معلومة مهمة The center line is used to separate the sectioned half from the non-sectioned half view يعني إيه؟ هنا هنحتاج السنتر لين ده عشان إيه؟ عشان نفصل بين الجزء اللي تم عليه القطع اللي هو هذا الجزء اللي بيناسب هذا الجزء والجزء اللي ما تم عليه القطع اللي هو بيناسب الجزء الأيمن يعني هنا قلنا بنستعمل center line عشان نفصل بين الجزءين لو نظرنا في الاتجاه هذا ربع الاستوانة أصبح ظاهر وهذه الاستوانة صغيرة أصبحت ظاهرة يعني بعد القطع حيكون الداش لين ده هيصبح solid line والداش لين هذا هيصبح إيه؟ solid line في معلومة مهمة كمان أنه hidden line is omitted from the sectioned half view يعني هنا الهيدن line لازم انشيله but may be shown on the external half if by so doing the internal shape description is made clear يعني ايه؟ يعني ممكن نتركه في الجزء الأيمن هنا لو في حاجة عشان نتحصل على مسقط بأكثر وضوح بعد القطع قلنا حنشيل للداش لين من الجزء الأيصر ده يعني الداش لين أصبح إيه؟ أصبح solid line الخط هذا بيمثل هذا الخط بتاع الاستوانة هذا الخط بتاعنا وهنا solid line ده وده بيمثل إيه؟ solid line بتاع الاستوانة وحنقوم الآن بعملية التهشير هنهشر الأماكن اللي مر عليها المنشار هذه الأماكن اللي مر عليها المنشار هنهاشرها فيين؟ هنهاشرها في lelevation وكده نتحصل على إيه؟ نتحصل على lelevation بتاعنا بعد عملية القطع الآن نمر للbroken out section view في هذا النوع من عملية القطع the view is made by passing the cutting plane normal to the viewing direction and removing the portion of the object in front of it لو نظرنا في الاتجاه هذا هنجيب المنشار كده عمودي وحيكون عمودي على إيه؟ عمودي على الاتجاه اللي ننظر فيه normal to the viewing direction وبعدها هنجيب المطرقة وإيه؟ هنشيل جزء من المجسم بتاعنا هذا الجزء هنشيله عشان نظهر الأجزاء الداخلية بتاعنا وكده إيه؟ أظهرنا الاستوانة اللي داخل المجسم وبعض الأشكال هنا هنروح الآن لlelevation بتاعنا وناخد بعين الاعتبار عملية القطع هذا الجزء اللي قطعناه هنقوم بإيه؟ بالتحشير والداش لائن هيصبح إيه؟ هيصبح solid يعني هنا هشرنا إيه؟ هشرنا الأماكن اللي مر عليها المنشار بالنسبة للbroken out section a brick line is used to separate the sectioned portion from the non-sectioned portion of the view يعني ايه؟ في خط بنستعمله بنسميه brick line هذا الخط بدعنا بالأحمر عشان نفصل بين الجزء اللي تم فيه القطع والجزء اللي ما تم فيه القطع فيه شي ثاني كمان brick line هذا الخط اللي بالأحمر ده is a thin continuous line يعني خط متواصل ورفيع and is drawn freehand بنرسمه بالإيد كده وبنستعمل الجلم for H معلومة ثالثة there is no cutting plane in the broken out section